هل أمرت إيران فعلا ميليشياتها في العراق بالتهديئة؟ سؤال تجيب عنه الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد حيث لم تشهد المنطقة الخضراء مقر الحكومة والسفارة الأمريكية في العراق أي هجمات مثل التي كانت سابقا إلا صاروخا واحدا سقط مؤخرا فيها بسبب رفع بعثة الاتحاد الأوروبي على ملمثليين جنسيا في مقرها إذ جاء الهجوم بعد ساعات معدودة من ذلك أكثر من خمسين هجوما منذ مطلع العام الحالي بالصواريخ وقضائف الهاون استهدفت سفارة الأمريكية وقواعد ومعسكرات في بغداد والأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك فضلا عن شركات نفط أمريكية في البصرة ويرى سياسيون في العراق أن أسباب التراجع الإيراني ترجع لأسباب عدة أهمها الوعود التي قطعها قادة الميليشيات الكاظمي بالتهديئة مقابل عدم تصعيده سياسيا ضد ميليشيات الحجد أو محاولة إلغاء أو تجمد قانونها بينما بقيت الميليشيات الولائية وغيرها خارج هذه التوافقية كسلاح للضغط على الكاظمي بحال انقلابه على هيئة ميليشي الحجد فضلا عن اقتناعهم بالتأجيل المواجهة إلى حين خروج إيران والعراق من المآزق الكثيرة التي يمران بها تكتيكون يبدو أن النظام الإيراني مقتنع به عبر التحول للقوات السياسية النعيمة في العراق في الفترة الحالية على الأقل ذلك لحرمان ترامب من فرصة الحصول على ولاية رئاسية ثانية وهي فرصة ذهبية لطهران لتخفيف الضغوط الاقتصادية عليها والاستفادة من العراق لأقصى حد للخروج من الأزمة التي فرضها وباء كورونا وبالعودة إلى الحكومة في بغداد فيؤكد نواب أن عمل الكاظمي لتهيئة مساحة للتهديئة بين إيران وأمريكا لن يدوم طويلا حيث سيفشل الكاظمي بصحب البساط من تحت الميليشيات لأنه هو بالأساس صنيعة توافق سياسي هاش حتى أن أغلاق مقر ميليشيا ثأر الله في البصرة مؤخرا جاء لأن الأخير فصيل هامشي وما كان الكاظمي ليفعل ذلك مع فصيل يمتلك قوى سياسية كبيرة في الحكومة